هذه أبرز العناوين أرحيمي مهدد بالاستبعاد أمام العراق وفحص طبية تحسم مشاركتها الجماهير المغربية تحصر القجع وتطلب منه استبعاد الزلزولي النجوم المغربية تحسحون قائمة أغلى خمس لاعب عرب في العالم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أرحيمي مهدد بالاستبعاد أمام العراق وفحص طبية تحسم مشاركتها تحوم الشكوك حول مشاركة النجم المنتخب المغرب الأولمبيس سوفيان أرحيمي في مباراة العراق التلتاء القدم إن شاء الله لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات منافسة أولمبياد باريس وذلك بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال المواجهة التي خسرها الزملاء القائد أشرف حكيمي ضد منتخب أوكرانيا بهدفين لوحد أمس السبت وتعرض اللاعب سوفيان أرحيمي لإصابة قوية إطرى سقوطه على الأرض بعد احتكاكه بأحد مدافع منتخب أوكرانيا في الشاط الأول لكنه اضطر إلى إتمام المباراة بصعوبة بالغة قبل أن يقرر المدرب طريق سكتيو استبداله بزميل مهدي موهوب ما يرجح إمكانية غياب سوفيان عن المنتخب المغربي خلال مواجهة منتخب العراق وذلك إذ لم يكن في كامل جهوزيته البدنية والدهنية وفي هذا الإطار كشف موقع العربي الجديد أن اللاعب سوفيان أرحيمي سيخدع لفعص طبية دقيقة للتأكد من خطورة إصابتها ومدى تأثيرها على خوض مواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء خصوصا بعدما اضطر صاحب الثمانية والعشرين عاما إلى إتمام لقاء منتخب أوكرانيا وهو يضع ضمضة في أسفل قدمها وتبعدات المصدر سيخدع رحيمي للعلاج الطبيعي أملا في استعادة عافيته في اليومين القادمين كما أن الفعص الطبية ستكشف طبيعة إصابتها ومدى إمكانية مشاركته في المبارات ولن يكون بمقدور المدرب طريق سكتيو الاعتماد على هدى في الأولمبيا الأول إلا بترخيص من طبيب المنتخب المغربي وختم دات المصدر أظن أن الجهاز الطبي بكامله يبدو لجهودا حتيتة من أجل تجهيز اللاعب سوفيان رحم لخوض مبارات العراق لكن ذلك مرتبط بشفائه تماما من الإصابة لتفادي تفاقمها أكثر ويرهن منتخب المغرب على جميع أسمائه الباريزة من أجل الفوز على نظره العراقية وخطف بطاقة المرور إلى الدور التالي من الألعاب الأولمبيا الجماهير المغربية تحصر القجع وتطلب منه السبعاد الزلزولية في مشهد يعكس حجم غضب الجماهير المغربي على الأداء الباهت لعبد الصمد الزلزولية نقل موقع أخبارنا أن عددا كبيرا من المشجعين تجمعوا حول رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع مطالبين باستبعاد لاعب ريال بيتيس من تشكيلة المنتخب وأظهرت مقطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي التفاف عدد من المشجعين حول القجع وبن محمود خارج ملعبي جفار قشارة في سنة تيين لانتقاط صور تذكرية والتحدث معهم بشأن أداء المنتخب في مباراة أوكرانيا والتي اتهت بهزيمة مخيبة لأشبال الأطلس كما طالب المشجعون بإعادة النظر في تواجد الزلزول مع النخبة الوطنية وجاءت هذه المطالب على خلفية أدائه الباهت في المباراة الأخيرة سواء مع المنتخب الأول أو الأولمبي حيث أجمعت الجماهير على أن اللاعب استنفذ جول الفرص الممكنة مع النخبة الوطنية دون أن يحسن مستواه أو أخطاءه المتكررة خاصة عدب إيجادته لللمسة الأخيرة وتضيع الكرة في مناطق تتسبب في مرتدات خطيرة ضد الفريق الوطنية ورغم أن الزلزول كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة العام الماضي إلا أن مستواه تراجع بشكل كبير كما أن هناك من يرى ضرورة منح لاعبين أخرين الفرصة لإثبات أنفسهم في المنتخب دون الإصرار على تواجد اسم معين لا يقدم الإضافة المنتظر النجوم والمغرب يكتسحون قائمة أغلى خمس لاعبين عرب في العالم تصدر المغربي أشرف حكيمي مدافع باريسان جرمان قائمة أغلى خمسة لاعبين عرب في العالم وإبقى للتحديثات الأخيرة الصادرة عن موقع ترانسفير ماركت الشهير وتصدر قائمة أغلى لاعبين العالم أربعة لاعبين هم الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسي الجونيور والفرنسي كيلين بابيا نجوم ريال مادريد الإسباني إلى جانب نيرويجي إيرلينغ هولاند مهاجم مونشستر سيسي بقيمة تصويقية منفردة لكل لاعب تصل إلى 180 مليون يورو وأنجز موقع وينوين القطري تقريرا كشفا من خلالها أن المدافع المغربي في المرتبة الأولى عربيا والمركز 68 عالميا بقيمة تصويقية بلغت 60 مليون يورو وهي ذات القيمة التي تمتع بها اللاعب منذ الثالث من يونيو من العام الجاري وأكد المصدر ذاته أن محمد صلاح مهاجم لفيربول الإنجليزية حل في المرتبة الثانية عربيا والمركز الثامن والثمانين عالبيا بقيمة تصويقية بلغت 55 مليون يورو لواصل بحته عن القيمة في قائمة أغلى خمسة لاعبين عرب في العالم رغم تجوزه حاجز الـ 32 عاما واحتل المغربي إبراهيم ديهز مهاجم ريال مادريد الإسباني البالغ من العمر 24 عاما المركز الثالث بقيمة تصويقية بلغت 40 مليون يورو احتل من خلالها المركز 175 عالميا وحل الجزائري راين أيتنوري مدفع البرامتون الإنجليزي في المركز الرابعة حيث تبلغ قيمة اللاعب التصويقية في الوقت الراهن 35 مليون يورو احتل بها المركز 209 على العالم أما المركز الخامس فجاء من نصيب المغربي نيف أكراد مدفع وسطهم يونيتد الإنجليزية البالغ من العمر 28 عاما وبقيمة تصويقية بلغت 35 مليون يورو جاء من خلالها في المركز 228 في العالم يحيى عطية الله في قلب أزمة كبيرة مع صوتش الروسية ما زال مسلسل مستقبل الظاهر الدولي المغربي حيى عطية الله مستمرا فإذا لتضارب الأنباء والتقارير خاصة تلك التي تربطه بالانتقال للنادي الأهلي تقارير تشير إلى توصول الأهلي لاتفاقنا للتعاقد مع عطية الله مع ناديه السوتش وتقارير أخرى تؤكد تعاقد المفوضات وانسحاب النادي المصري فإذا لطلبة فريقه الروسي المادية وأكد موقع وينوين أن أندر أورلوف المدير الرياضي في سوتش الروسي والذي أكد عدم وجود تواصل مع الأهل بخصوص اللاعب منذ الأسبوع الماضية وقال أورلوف لموقع وينوين لا أعلم ما إذا كان انسحب الأهل المصري من المفوضات أم لا لكننا نحاول إقناع اللاعب تمديد عقده لمدة موسم إضافيا من أجل السمح له برحيل على سبيل الإعارة هذا الصيف وأوضح إذا لم يوقع اللاعب المغربي على تمديد عقده لموسم إضافيا معنا فإننا سنوافق فقط على رحيله بصيغة انتقال دائم وليس على سبيل الإعارة وتبع لم أتحدث مع الأهل منذ الأسبوع الماضي ولا توجد عروض من مصر ولا من نادي بيراميدس لكن الأدية الإيرانية مهتمة باللاعب ناشطة في المفوضات بشكل كبير وتريد الحصول على خدمته مع الإشارة إلى أن النادي بيرس بوليس الإيرانية هو المهتم بضم الدولة المغربية ويرفض الأهل التعاقد مع النجم المغربي بسعات انتقال دائم نظرا لطالب سوتي الروسي الحصول على مبلغ مليوني يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بعد الببط لدور الدرجة الثانية في روسيا وكان سوتي قد فتح الباب أمام ميكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في ذلك طلبه الانتقال إلى النادي الأهلية رغم رفضهم ذلك الأمر في البداية